في سجال تاريخي فريد يبرز السؤال دوماً عن العلاقة بين العلماء والأمراء في مختلف الأمم وعبر مختلف الأزمان أيهم يتبع الآخر؟ ولماذا؟ ومن له السلطة الجماهيرية الأكبر في كل هذه الحقب والأمم؟ فبالنظر إلى العصر الروماني سنجد أن حكاماً كأغسطس القيصر ونيرون كانوا يتخذون من الفلاسفة مستشارين لهم في البلاط الملكي وفي أوروبا العصور الوسطى كانت السلطة الدينية ممتزجة مع السلطة السياسية في تصدير القهر والظلام والجهل للشعوب الأوروبية آنذاك حتى أوهمت السلطة الدينية الشعب أن نفوذ الملوك مقدس وأنهم يحكمون بالحق الإلهي بينما في العصور الحديثة قد نجد أن أعلاماً من أكثر فلاسفة القرن العشرين تأثيراً كانوا مقربين من أكثر أنظمة هذا القرن دموية وفاشية وطغيانة لكن في سياق آخر ثم تتاريخ مختلف مارس فيه بعض العلماء سلطاناً مستقلاً عن الأمراء والسلاطين إنهم كثير من علماء الإسلام على مر تاريخ المسلمين فكيف كانت هذه السلطة المعنوية وكيف حازها العلماء بين الناس متبوع لا تابع بالنظر إلى التاريخ البشري قد يعجب البعض من تميز علماء المسلمين في صمودهم في أمور العامة والقيام بها خير قيام بينما نجد نظائرهم في مختلف الأمم كانوا يتماهون مع ذوي النفوذ أو حتى ينظرون لهم في الباطل إلا أن هذا السجال الثنائي بين العلماء والأمراء قد وجد هوية أخرى في تاريخ المسلمين إذ كانت العلاقة بين العلماء والأمراء علاقة تاريخية متوازنة بشكل كبير فمع تعزيز الدين لمكانة السلطان والتشديد على طاعته وحفظ جماعة المسلمين من الفرقة والصراعات فقد أرفق الدين بهذا وجوب طاعة السلطان نفسه لسلطان العلم الأمر الذي عبر عنه الخليفة الراشد الأول أبو بكر الصديق بقوله فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم وعلى هذا ربط الإسلام بين الأمرين فلا يتم أحدهما دون الآخر وعبر عن ذلك الإمام والفيلسوف الإسلامي أبو حامد الغزالي بقوله ولا يتم الدين إلا بالدنيا والملك والدين توأمان فالدين أصل والسلطان حارس وما لا أصل له فمهدوم وما لا حارس له فضائع ولا يتم الملك والضبط إلا بالسلطان وطريق الضبط في فصل الحكومات بالفقه لأجل ذلك سعى العلماء المسلمون على مر تاريخهم في تحقيق هذا التوازن الأمر الذي تطلب استقلال العلماء عن السلطة وشؤون الحكم لألا يقدح ذلك في نزاهتهم وعدالتهم في كلمة الحق فتواتروا فيما بينهم على منهجية تضبط علاقتهم بالأمراء كما يذكر المؤرخ والإمام شمس الدين الذهبي وقد كانت تلك المنهجية بمثابة العقد المعنوي لعلماء الإسلام وفقهائه وذلك تحقيقاً لاستقلاليتهم من جهة وحفظاً للتوازن بين العلماء والأمراء من جهة أخرى فقد حدد البند الأول في هذا العقد أن التبعية للعلم لا للأمراء وقد تجلت هذه السمة في تحرير كثير من الأحكام الفقهية وتفصيلها في حق الأمراء والسلاطين وعلى هذا كان نهج العلماء في مختلف مراحل التاريخ الإسلامي تلك المنهجية التي نلتمسها في كثير من المواقف التاريخية كموقف عبد الله بن عمر مع الحجاج بن يوسف إذ أمر الخليفة عبد الملك بن مروان الحجاج أن يتبع ابن عمر في الحج وأن لا يخالف عن أمره مع كون الحجاج هو الوالي آنذاك الأمر الذي علق عليه الإمام بن بطال بقوله وفيه أن الأمير يجب أن يعمل في الدين بقول أهل العلم ويصير إلى رأيهم فالعلم هو المتبوع للتابع وعلى هذا كان الراسخ في وعي الأمة والأمراء والعلماء أن الكل تابع للعلم والعلم لا يتبع أحدا ولهذا كان من دأب العلماء أن يكون العلم في محله لا يحمل إلى أبواب السلاطين والأمراء وأن الجميع في حضرة العلم حاله واحد لا مزية لأحد على غيره في ذلك والآثار في ذلك متواترة كثيرة ومما يروى من هذه المواقف ما كان للبخاري حين بعث إليه الأمير أن يحمل إلي كتابي الجامع والتاريخ لأسمع منك فأجاب البخاري رسول الأمير بقوله قل له إني لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين فإن كانت له حاجة إلى شيء منه فليحضر في مسجدي أو في داري إلى جانب رفع قيمة العلم وإعزازه أدرك العلماء أن مكانة العالم من مكانة علمه وأن هذا الإعزاز قائم بالتبعية على سمو العالم وتعففه عن تبعية السلاطين وتملق الأمراء وقد امتلأت الآثار المروية عن علماء الإسلام بشتى أشكال النهي عن تملق العالم لذوي النفوذ لمجرد التقرب منه وذلك ليس بغضاً لهم وإنما حماية للعالم من المحابات في دين الله وحتى لا يصبح العلم مطوعاً لخدمة السلطان فلربما رق قلب العالم إلى الأمير إذا أعطاه وقربه فيتغاض عن خطأه وتضيع أمانة العالم أمام الله وفي هذا يروى عن الإمام سفيان الثوري قوله ما أخاف إهانتهم لي إنما أخاف إكرامهم فيميل قلبي إليهم ويخبرنا الإمام السبكي أنه حتى لو كان غرض الفقيه بتقربه للكبراء صحيحاً فإن العلماء قد حذروا من ذلك أشد الحذر ولذا نهى التابعي الفقيه الحسن البصري عن إتيان الأمراء بقوله لا تجيبن أميراً وإن دعاك لتقرأ عنده سورة من القرآن فإنك لا تخرج من عنده إلا شراً مما دخلت ملو فوق هذا كله؟ يخبرنا الإمام بن دقيق العيد أن الفقهاء كانوا يأمرون بهجرة العالم من بلده إذا ظن أنه سيحمل على مساعدة في ظلم أو منكر لأجل هذا السمو وهذا الترفع الكبير حظي العلماء على مكانة كبيرة بين السلاطين والعامة على حد سواء فكان من السلاطين والخلفاء من يبحثون عن تودد العلماء وليس العكس ومع هذا فقد كان العلماء يدخلون على السلطان فيما فيه حاجة فقط لأمر بالمعروف ونهي عن المنكر على رغم المحنة مع هذا التأسيس النظري لمنهجية العالم مع السلطان يخرج التاريخ لنا نماذجه التطبيقية لها كمحنة الإمام أبي حنيفة النعمان إمام المذهب الحنفي إذ يذكر المؤرخ الخطيب البغدادي أن الخليفة العباسية أبا جعفر المنصور كان قد أراد تولية أبي حنيفة القضاء الأمر الذي رفضه الإمام تماماً مع رفضه ولاية أي منصب سياسي ودنيوي إماناً منه بعزة العلم وسمو العلماء عن تحقيق رغبات الأمراء خاصة مع اشتعال الأجواء في هذه الحقبة التاريخية بين الأمويين والعباسيين وهو ما أغضب المنصور غضباً شديداً دفع على إثره بأبي حنيفة إلى السجن بعد ضربه ضرباً شديداً وهو على مشارف السبعين حتى لقي الإمام حتفه في سجنه عام 150 هجرية تلك المحنة التي لقي الإمام مالك هو الآخر شيئاً منها وذلك حينما أعرض عن أمر الخليفة المنصور آنذاك بكتم حديث طلاق المكره إذ رأى مالك أن ذلك من كتمان العلم المنهي عنه ولم يتوقف عن التحديث بهذا الحديث فنزلت به المحنة المشهورة وتم جلده أمام الناس حتى عجزت إحدى ذراعيه لكن بسبب مكانته الكبيرة في قلوب المسلمين اهتزت جنبات المدينة المنورة وثار الناس وهاجوا حتى خاف الخليفة من ذلك فعاد معتذراً للإمام قائلاً والله الذي لا إله إلا هو يا أبا عبد الله ما أمرت بالذي كان ولا علمته قبل أن يكون ولا رضيته إذ بلغني حتى أنه أمر بالإتيان بوالي المدينة آنذاك جعفر بن سليمان وتضييق محبسه والمبالغة في امتهانه وإنزال العقوبة به بأضعاف ما نال من مالك ولم ينقذه من ذلك إلا عفو الإمام مالك عنه وعلى هذا النسق تأتي المحنة الأشهر في تاريخ علماء المسلمين وهي محنة خلق القرآن التي تصدى لها الإمام أحمد بن حنبل بالعراق واستمرت معاناته بها على مدار السنين إذ مكث في السجن نحو ثلاثين شهر تبعتها فترات من الجلد والتعذيب حتى قال شاباص أحد جلاديه لقد ضربت أحمد بن حنبل ثمانين سوطا لو ضربته فيلاً نهدته ثم تبعت السجن والتعذيب أعوام من الإقامة الجبرية بمنزله حتى رفعت المحنة في عهد المتوكل ونال الإمام حريته كل هذا وهو ثابت على موقفه العلمي الذي رأى فيه صلاح المؤمنين ولم تثنه إغراءات السلطة ولا تهديدات المخالفين له بمثل هذا ساد العلماء واكتسبوا سلطانهم الاجتماعي بين المسلمين وذلك على خلاف سلطان علماء الكنيسة في أوروبا قديماً فعلماء المسلمين لم يكتسبوا سلطانهم بالدعاء الحديث بسم الله ولم يحوزوا هيبتهم باختيارهم الحكام ومباركتهم وإنما أدركوا كل هذا باختيار الناس أنفسهم لا بقهرهم على ذلك وهذا بما كانوا عليه من الزهد والتقوى والشجاعة في الحق فكانوا متبوعين لا تابعين وكانوا هم تابعين للحق لا للنفوذ والسلطة فتبعهم الناس ترجمة نانسي قنقر